السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية الجميع الجماهية المغربية عامة والودادية خاصة وكنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة وسلام من المنتظر أن يأخذ فارق الوداد الرياضي مباراق اليوم أمام الدفاع الحسني الجديد برسم الجولة السابعة عشر من البطولة الاحترافية إنوي محروم من خدمات مجموعة من اللاعبين أبرزهم أبرزهم اللاعب المترجي الذي سيغيب على الفارق الأحمر أمام موظيفه الجديد وكذلك اللاعب الحسين من عيادة هذين اللاعبين يعانيهم من مخلفات الإصابة هناك كذلك ستساؤل حول تعدد الإصابات وعيادة الفارق الأحمر كذلك سيغيب حميد أحداد لي الله رجع من الإصابة وهو يعود إصابة في الماتش ديال العصبة الأبطال كذلك سيغيب اللاعب يوصف مطيع يعني عنده كسر في اليد دياله كان عنده كسر في اليد دياله قبل الماتش ديال العصبة الأبطال وكذلك قريدة الجديد اللي تصاب في عصبة الأبطال ذاك الماتش ديال بالسلامة خرج فيه حمي اللاعب موصب لا نوقات لا رباح لا التحاجة الجادي خرج موصب أحداد خرج موصب لا رباح هذك المشكيل وذك النرفزة اللي داروا السلطات الجزائري الفارق الأحمر قبل من الماتش يعني بزيف الحويج اللي هي سلبية فذك الماتش ياربي السلامة ريد الجادي وحميد أحداد قلنا تعرضوا الإصابة في المباراة الأخيرة أمام شبيبات القبائل الجزائري أما زهير مترجي والحسين بن عيادة كيعاني وقلنا من مخلفات الإصابة اللي تعرضوا لهذا جاقبل وهنا قلنا لدي نطرح وجساؤل يعني واش هاد العيادة هادي ديال ديال العابة وش ما تتسخنش بيغوبة ولا مش ما تيتبعوش شي نظام غذائي معيان وش ما كينش السعداد البداني معيان كيف ما كان قال العموتة في الخرجة دياله مع ابن عبد الله قال لك أن اللعابة مدروش مدروش للفحص الطبي في الصيف احنا تعابدينا الماتشات بدل العام عذا بجدرنا الفحص الطبي والبداني كذلك كان كيوصي عموتة على السعدادات البدانية مني كان هو في قطر كذلك كان في استضافات المجلس كان كيوصي على السعدادات البدانية ما عرفت لش اللعابة كيتصابو كيعوطوا يتصابو حتى في الإصابة دياله مكي تعتلق ما كيكونوا الجايزين دياله يعني هنا كي تطرح تساؤل لأن بزارة الجماهير كتساؤل حول هاد إشكالية هادي وثم يوسف موطع اللي تعرض الكسر في اليد دياله الله يجيب لي الشيفة كان تعرض للكسر في إحدى الأحصال التدريبية الله يشافيه شافيه جميع مسلمين بهذا تصدعكم الله والسلام عليكم برحمة الله تعالى وبركاته